نروح دلوقتي مع حضراتكم وموجز لأهم الأخبار مع الزميلة دينا شرف موجز الثامنة صباحا شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبدالفتاح سيسي بجولة تفقدية بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية وصارح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره وهنأهم الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم واستجاب الرئيس السيسي لطلبات إحدى المواطنات وأمر بنقلها الفوري لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوة المسلحة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التأثيرات تغير المناخ تحدث بالفعل في الوقت الراهن متمثلة في ارتفاعه في درجات الحرارة بمعدل أكثر وسرعة أكثر من المتوقع وخلال كلمته أمام جمعية منظمة دول شرق الكاريبي أوضح شكري أن تغير المناخ تسبب في أحداث أضرار كبيرة وخسائل متزايدة لا يمكن تعويدها في المياه العذبة والنظم البيئية البحرية الساحلية والمفتوحة للمحيطات أعلنت توزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم تتشين الدفعة الثالثة لمشروع إبدأ حلمك هذا وسلمت توزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لمشروع إبدأ حلمك بواقع 51 متدرباً التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة وأكدت إيناس عبدالدايم أن تخريج الدفعات السابقة من المشروع بالمحافظات يجسد مواصلة جهود تنفيذ استراتيجية الدولة لاكتشاف النابغين والموهوبين بما يساهم في بناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء شهد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة توزيع 2 طن من لحوم سقوق الإطعام بمحافظة جنوب سيناء وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف والمشاركة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العالم المصري على مدينة طابة هذا وأعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم توزيع من لحوم سقوق الإطعام بالمحافظة وصل إلى ثلاثة أطنان منذ انطلاق المشروع أشهد السفير المصري في رومانيا مؤيد الضلع بالجهود الإغاثية المشرفة التي بذلها الفريق المصري بجمعية الهلال الأحمر المصري على الحدود الرومانية جاء ذلك خلال استقبال كل من مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصري محمود ثروت ومشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري ومسؤول الإغاثة الدولية مصطفى رفعت وذلك قبيل مغادرتهم بخارست إلى أرض الوطن بعد مشاركة الفريق المصري في الجهود الإغاثية على الحدود الرومانية وثمن السفير مؤيد الضلع جهود الفريق المصري وكونه أول فريق عربي يشارك بهذا الشكل وهذا النشاط في الجهود الإغاثية عند المعابر الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش ما وصفها بتحركات الصين للإنحياز إلى روسيا خلال اجتماعات النام مع الحلفاء في بروكسل الخميسة المقبلة وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جانساكي إن الولايات المتحدة سوف تراقب عن كثب إجراءات الرئيس الصيني شي جانبينج بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا بشيرة إلى أن المكالمة التي أجراها الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني لم تهدئ مخاوف الولايات المتحدة من أن الصين قد تكون على استعداد لتقديم دعم عسكري أو مالي لروسيا دع رئيس الأوكرانيا فلودامير زيلينيسكي إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو وقال الرئيس الأوكراني إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب الهجوم على أوكرانيا مشيرا إلى أن الوقت حان لعقد اقلماع وإجراء حديث مع موسكو أعلنت الأمم المتحدة وصول أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا وقالت الأمم المتحدة إن المساعدات الأساسية تشمل 130 طن من الإمدادات الطبية والمياه المعبئة والوجبات الجاهزة والأغذية المعلبة التي ستساعد بشكل مباشر حوالي 35 ألف شخص مشيرة إلى أن القافلة احتوت على معدات لإصلاح أنظمة المياه لمساعدة 50 ألف شخص ختم مجد الثامنة فاصل وعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة